او اي دولة اجنبية عربية مسلمة ولا غير مسلمة تقولك احنا ضد التدخل الاجنبي ما موقف الدول العربية في الطوق من هذا؟ اخي عنا مو يقف بربي تاو استاذة هنا عرفتو الله يا ربي. انت شوف يقول دكتور افعلين مو يقف لي عنا. وفهم لي قالوا لي مثلا شوفنا الاردن تقول احنا معنا حتى دخل روا في هذا ولن نكون موجودين في قطاع غزة. اردن تاو راي ما نتبوز في الوجه وقفية اللي لم يلم يصل الحريق الى الى معنا فهمني الى الاردن والحمد لله. نحبوش احنا حتى الدول العربية لا تصل الى رأي مشكلة. طبعا. ما السعودية راي خرجت منذ ثلاثة ايام قالت ممكن يبدو انه لو فرضنا في حالتي. ذا غير شي لخبيت معك دورة اخي قالوا لها اخي قالوا لها رد بالك. مع المقامقة رد بالك. بكل احترام. ولهنا نذكر حاجة عرانا يا ولدي احنا نؤمن بالامة العربية وبكل الدول العرب ما لدينا مشكلة ما حتى واحدة. اما شو نقولوا كما قال سيد العميد. يا اخوي ما تقرأوا شو التاريخ. فهمتني اقرأوا الحاضر. بنيوا للمستقبل. يا جميع. لو الشي اللي صار كما قال السيد العميد في الفيتنام ولا في افغانستين. تجب تقولنا في بلدان اخر. انا اقول لك شوف الشي اللي صار في لبنان عام 2007. صحيح. عندما معناها كل معارضة اللي يسمي رحها 14 اذار. مشيت العوكر يعني مشيت للسفارة الامريكية. واستنجدت بمعناها آآ معناها السفير الامريكي. جيفري فلتمان. فاغلق معناها الهاتف. واغلق السفارة. وخلهم امامكم على حزب الله ان شاء الله حتى يززركم. هذا هو. هذا هو. عشنا هو اللي صار. رحمهم حزب الله. وقال ما ليش نضربكم. ما ليش عملكم حد شيء. يا جميع عراهم هذو من الامريكين اليوم يفكرون في ما يسمى بالمعركة الكبرى. والمعركة الكبرى هي بعيدة. ما ستالف كيلومتر بليون معناها الست. معناها. نحن نشارك. اللي بحر معناها الصين الجنوبي. غادي بش تصير الحرب. وراه اليوم احنا قاعدين خطرنا ثبت وبرش قاعدين في غزة ووكرانيا. لك رفهم ونوشيات يومية ما بين البحرية الصينية والطيوانية والفليبينية. يوميا. يوميا. وراها بش تصير حارب غادي. والامريكين قاعدين يحظروا في الحرب غادي. هذك عليش الاموال اللي نها تم رصد على مستوى العسكري الامريكي العامة ذاي. كلها ميشة البحرية. ما مشالش معناها. وسيد العميد كي يقلك لو معناها فهمني جبدو معناها حاملت الطائرات. لولني انه البحر الاحمر عنده تشكيلة جغرافية غريبة جدا لنوضيق برشا. وبالتالي يمكن انك تضرب معناها فهمني من من مسافات قريبة انطلاقة من من البر. وبالتالي اليوم الامريكان يحبوا جمعوا كل القوى متاحهم للمسير نحو المعركة الكبرى. وسيحاولون ان يجدوا نوعا من انواع الاتفاق الداخلي في في المنطقة. انه الدول العربية تقول لي معنا تحاول انها يكون لها دور. لن يكون لها دور. مصر وما دراك معنى لش دور دور. مصر اليوم قاعدة الناس تناقش. ولا دولة عربية تنشكل عندها دور. حتى حد واسرائيل لا تريد معناها فهمني حتى حد يلعب دور. وحتى معناها القوى عندما قالوا الدولية رامي خمو بشي جيبوك جميعا من نيبال وجميعا من وغندا واحد مش مش يجيبوك ناس من فهمتني لانو الف سبعمة واحد اللي تبخوا فيه في لبنان ما في حتى واحد عربي يرا كلهم جيبينهم من بلد الأخر. فهمتني وبالتالي بو يحاولوا اليوم ماشي عربي ناشا يقولوا يقول لك تركيا يقول لك الاتحاد الأوروبي يحاول منو يلقى حل لانو مشكلة الوحيدة شنية يجب ان ان يتم ايجاد نوع من انواع الكوردان سانيتير يعني ما نفهمني الممر معناه الامن ما بين الفلسطينيين في غزة وبقية الحدود. هذي جزء من العقيدة الاسرائيلية انظر انت الضفة الغربية. عطاعتهم بعض مناطق في ما يسمى بمناطق آآ الف وبي ولكن المنطقة جيمة اللي هي الأغوار مع الأردن. حافظت عليها كمنطقة عسكرية. استخطط بفادي لكم. لهنا سيد العميد كيف نحكي ما معنى قوة دولية والعربي عسكريا وستراتيجيا فسر. شمانيها قوة تكون موجودة في غزة ما بعد الحرب. شوف الخبرة اللي ولت عند المقاومة آآ الفلسطينية آآ معناها بالحق. انا مني كنت ضابط اممي اللي اكتشفته انه عدد كبير منهم جواسيس. الضباط اللي كانوا معايا اكتشفت اللي كل واحد يخدم في يخدم في بلاده ويخدم في اموره. فهمتني كنت في مكان ما من العالم. لا فايدة في ذكر واحد لكن آآ والقوات من تعد دولة هذي كان. قوة في ساعتين. فاقوي. شد واحد منهم تشد في معناها في وقتها. تشد وهزوه وقالو له وحطوه في اقرب بلاد تبعد ساعتين. بش نوريك اللي يروا الفلسطينيين اصبحت لهم خبرة كبيرة. يقول لك هذوم اللي بيجي بيهمنا. بش يحصروا شو يعملوا بش يحشيوا فسطهم معناها اه جواسيس وعيونهم لا الاعادة الاستعلامات اللي غابت عليهم مدة تسعة اشهر. المشكلة انه الى حد الان عميان روه. اذا كان اذا اذا ربحت وربحنا المعركة. فبفضل غياب الاستعلامات لدى الجانب السهيوني روه. ازاك. خلهم عميان تسعة اشهر ما يشوفوا شيرة. طائرات. ايه. مسيرات استطلاع. باحدث ما ما موجود. اخمار صناعية مصلتة. انتعم هما ومتعم الغرب بكله. وصلت على على شسمه. ولم يتمكنوا من يعني الوصول لا للرهائل ولا للقادة. لماذا? لانه بالحق تم تحييد العمالة بكلها. وحرمانهم من اهم مرتكزات القتال اللي هي الاستعلام قبل العمليات. يا سمحة بتنجيمش تعمل عمليات اذا ما عندكش. راولي تعرف يقوله فرنساوي يقوله معناها يمشي يتحسس الميدان. مش عنده هدف مشيل وراه. معناها يمكن المرة الوحيدة كالفاك الاربع الاربع الجسم. ذيك ذيك العمليات الوحيدة اللي كان عندهم فيها نوع ما من الاستعلام. بقاها يعني نوع من اكا. 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 اتحسس الميدان والتنقل بحضر دون استعلامات.